المحور الأول سوف يقول للدكتور عبدالله الفكي البشير وتعريف عن شخصيته باحث وكاتب ولده بقليل التعريعات شهر مدينة كمبول ووسط السودان نالا البكالاليوس في التاريخ بمرتبة الشرف وماجستير الآداب براء الفلسفة في التاريخ عام 2017 من كلية الآداب جامعة الخرقون في السودان ولديه مشروع بحثي ينطلب من رؤية لقدية للأرض السياسي في السودان بشكل خاص وفي الفضاء الإسلامي والإنساني بشكل عام ويدعو المشروع في تعملاته للتعريف بالواقع ومتطلبات المستقبل للانتقال من تقل السياسات والنتائج إلى تفكيك التصورات وراجعت الافتراضيات والمسلمات كما يسعى المشروع في إطار انشغالي بتخليطات البيئة المكانية الجديدة التي يعيش فيها الإنسانية بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتي فرضت الحاجة لتفكير جديد يتسب بالإحكار والشمول والدقة إلى الإسهام في إعادة النظر في المفاهيم والمجلولات وإعادة توصيف العناوين واللافذات السياسية والفكرية والثقافية نشر الدكتور عبدالله العديد من الأوراق العلمية والمقالات السحفية كما صدرت له بعض الكتب منها المؤسسات الدينية تغرية التفكير والحوس الديني عام 2022 تروحات ما بعد التنمية الاقتصادية التنمية حرية محمود محمد طه عام 2022 محمود محمد طه وقضايا التحميج في السودان 2021 الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه الوقاع والمؤامرات والمواقف 2020 الفشل في قارة التنوع حالة السودان سلسلة قراءة من هجل التغيير الخرطوم عام 2014 صاحب الفهم الجليد الإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ عام 2016 يتفضل الأستاذ الدكتور عبدالله فكي بأرض ورقته البحثية التي تحمل عنوان الفهم الجليد الإسلام الاحتفاء بالتعدد والأصيد بالاتصامة والمدة 30 دقائية يتفضل الدكتور عبدالله شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور جبران اسكندر رفيق والشكر أجزله لأسرة جامعة والشكر أجزله لأسرة جامعة الأنبار على إتاحة لهذه الفرصة وللحوار حول موضوع من أهم الموضوعات وأشكر كذلك الصديق البروفيسور إياد ناظم جاسم على جهوده وعلى انشغاله بتجسير التواصل في الحضار الذي نعيش فيه ولقد ظللت من المتابعين لإسحامات جامعة الأنبار وظلت مجغولة هي بالاعتدال في الخطاب الديني ومجغولة كذلك بغضايا التسامح ولها إسحامات كبيرة نظمت في نوفمبر 2018 مؤتمر بعنوان الاعتدال في الخطاب الديني والسياسي وأثر في تعزيز التنمية المجتمعية والحقة أيضا بمؤتمر في العامل 2022 عن الاعتدال دوله في بناء السلام والدولة المعاخرة وحقيقة القضايا هذه من صميم ما يجب أن ينشغل به المثقف خاصة في البيئات التعدد الثقافي كحال العراق وحال السودان وكذلك كل الدول المحيطة في العالم أجمع ولكن في العراق وفي السودان هناك هاجة حقيقية للحوار عن بئات التعدد الثقافي وحتمية التسامح من أجل أن يتعايش الناس في سلام ليلتفتوا للبناء لينتغلوا من الصراع فيما بينهم كجماعات وثقافات إلى البناء من الأبطال في الصراع إلى الأبطال في البناء والتعبية والنهضة وهذا من القضايا التي تعد من صميم انشغال الجامعة ومن صميم عمل أن تفكر الحوار وتعقل الحوار خول هذه القضايا المهمة وفي هذا الإطار تأتي ورقة اليوم بعنوان الفهم الجديد للإسلام التأصيل للتسامح والاحتفاء بالتعدد وسأحاول في هذه الورقة محاصر بالوقت المحدد ولكن هذه المحاور التي تمثل هيكل الورقة سأعطي إضاءة حول التعدد الثقافي التاريخ والمفهوم الخطابة الديني وغانون الوجود وحتمية التجديد والمحور الثالث عن مفهوم التجديد الديني والمحور الرابع تحديات البيئة الإنسانية الجديدة والحاجة للتجديد الديني سأعطي أيضا في محور لمحة عن مفهوم التسامح وآتي إلى محور عن ملامح عن الفهم الجديد للإسلام لصاحبه تمود محمد طه وكذلك سأقدم محور يتناول تأصيل التسامح في الفهم الجديد للإسلام فكرة التوحيد وإسقاط العنف وديالاتيك الاستخفار وأيضا سأتناول إذا سمح الزمن غرض التوحيد وغايته وتحقيق السلام وأيضا هناك المحور الأخير نحو خطاب إسلامي إنساني يحتفل بالتعدد ويحتم التسامح بطلاقا من الوصول الإنسانية طيب التعدد الثقافي التاريخ والمفهوم متى برز مصطلح التعدد الثقافي في العالم التعدد موجود في الحياة بصور من قديم الزمان ولكن كبلورة للمصطلح ظهر ذلك غداة الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية التي انتهت في ستمبر 1945 ويقود الفضل لابتداء ونحة هذا المصطلح للرش وكاتب بريطاني باسمه جون بيرنيفال جون بيرنيفال هو بريطاني جنسية وإداري استعماري وولد في بورما سابقا طبعا هي من أمار استوحى بيرنيفال التعددية من دراساته في جنوب شرق آسيا ملاحظ انه البلدان دي بتحتضن جماعات وافدة من الهند ومن أوروبا زايد الجماعات الحربية لها ثقافات متنوعة ومتعددة بورما اللي هي منمار اللي تقع في جنوب شرق آسيا اللي هو طبعا عاش فيها ومن خلال نلاحظ في الملاحظة وهي بدون مجموعات عرقية أكثر من مئة مجموعة عرقية ومجاورة للهند وبنجلاديج ونلاحظ منمار نتذكر بغليم كل ما نتذكر منمار لا بد أن نتذكر المسلمين الروهينغا الروهينغا في منمار أو في بورما زاد الاهتمام بالإثمية والتعدد بعد نهاية السكينات بعد حركة الحبوق المدنية في أمريكا بعد ما امتصرت ونفجرها الأفارغة الأمريكان المنحدرين من أفريغيا طبعا جوا من أفريغيا وأصبحوا أمريكان فجروا حركة الحبوق المدنية ومعها بدل عالمي ينشغل في التعدد ومع نهاية السكينات التعدد الثقافي دخل في الدساتير ومع السبعينات أتخل مثلا في دستور كندا الدستور الكندي وغير من الدساتير وبعد ذلك تطورت التشريعات وتطورت الاهتمام بالتعدد الثقافي وجاء إعلان اليونيسكو بعد إعلانات عديدة طبعا مواسيق في 2001 وأشار للتنوع الثقافي بوصف مصدر للتبادل والتجديد والإجراء وهو ضروري للجلس البشري ويمضي الاعتراض والتأكيد عليه لصالح الأجيال الحاضرة وفي المتقبل هذا المطلح يندحل التضاءات العلمية وأصبح تهتم بها الأكاديميات والآن أصبحت المجتمعات مع كل يوم تتكشف أنها تنطوي على تعدد في الثقافات هذا يعني تعدد في الأخيلة تعدد في الأمزجة تعدد في الميال في الميون تعدد في الأفكار تعدد في الأشغادات ولا يذال في إنه بيئات التعدد الثقافي تحتم التسامح يعني لا بد أن نعيش في تسامح لا بد أن نتعلم كيف نتعايش في بيئات التعدد الثقافي هذا الأمر بيفرض التجديد الديني باعتبار أن التجديد هو معطى أساسي في مجتمعات التعدد الثقافي والدين بأديام مختلفة وفي داخل كل دين هناك رؤى ومعتقدات ومذاهب كلها تكون موضع احترام ولكن كيف نتعلم أن نتحاور عن طريق هذا الاختلاف الخطاب الديني لا بد له من أن يتجدد في ظل التعدد الثقافي لأنه مفردات وبنية الخطاب الديني ديوما طبعا الخطاب الديني ينطول ورآن إذا كان أخذنا الإسلام والسنة وال كل ما هي التشريع والديانات الأخرى أيضا كل ما فيها من تشريعات وما إلى ذلك لا بد من تجديد الخطاب الديني لأن الخطاب الديني مرتبط ارتباط وسيق بطبيعة العصر ولغة العصر ومرتبط بغانون الوجود غانون الوجود هو التطور الأصل في الحياة هو التطور والتطور سير أبدي سرمدي مستمر والتطور بيضع الدين في تحدي لأنه بيطلب منه يرضي حاجة العقل الحديث العقل بيطالب الآن بالحرية ومع كل يوم العقل في حال التطور هذا التطور بيفرض علينا في أن نأتي بفهم للدين يواكب اللحظة الراهنة ولا أن نستدعي الماضي ليحكم اللحظة الراهنة لا يمكن أن يتم ذلك ولهذا الخطاب الديني ليواكب غانون التطور اللي هو غانون الوجود يحتم التجديد الديني والتجديد الديني المقصود دولي في هذه المحاضرة التجديد في الفكر الديني وليس في الدين نفسه والتجديد بيعني أن تجدد الشيء أن يصير الشيء جديدا ويقصد به أيضا إعادة النظر والفحص والدراسة لما ينتج العلماء من فكر دين عبر التاريخ والتجديد أيضا بيعني إعادة النظر في الأمور بموايوات معطيات الراهن ويلب حاجة الإنسان المعاصر ومتطلبات العصر ومفهوم التجديد أيضا بسوق للمواكبة والتنغية والبعث والإحياء وبنجد هذا في كثير من إسهامات المفكرين المسلمين مثلا إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نجد ربط التجديد بالإحياء وهناك البعث وهناك المواكبة ومعاني كثيرة التجديد أيضا ارتبط عند الناس بالاجتهاد التجديد ارتبط بالاجتهاد من وقت باكر ويفتكر دوما الناس أنه كل ما نتحدد عن التجديد نتحدد عن الاجتهاد بينما الأمر عند صاحب الفهم الجديد للإسلام يختلف كلية فهو التجديد لا يتصل بالاجتهاد فهو يقدم فهم جديد للمصوص المألوفة وما يقدم قال ليس هو اجتهادا فيما فيه نص وليس اجتهادا فيما ليس فيه نص كما سيرج التفصيل البيع الإنساني الجديد بما أوجدته من طويل المسافات والثورة المعلوماتية والحياة الرغمية والجوار بين الدول بيفرض على الخطاب الديني أن يجدد بيفرض علينا التجديد الديني حتى نتعايش ليس في الإطار الجغرافي وإنما مع البيع الإنسانية مع العالم أجمع وأصبحت الغوانين في العالم تزعى لأن تعترف في حقوق الإنسان حريته وبالتالي لا يمكن لأي خطاب ديني زو طبيعة إقليمية جغرافية محدودة أن يتعايش مع البيع الإنسانية الجديدة لا بد أن الخطاب يكون خطاب كوكبي خطاب إنساني لأن البيع الإنسانية الجديدة الآن التي نعيشها اليوم أوجدت شروط عديدة وبدأت تتجلى للناس وهي وحدة المصير المشترك الناس في الإنسانية بدأوا يشعروا بوحدة المصير المشترك ما يحدث من صراح في أستراليا أو في أوروبا ينعكز على الشرق الأوسط وما يحدث في الشرق الأوسط ينعكز على أمريكا اللاتينية وهكذا وحدة المصير المشترك كورونا كانوا الناس فيها ثواسية في اليابان والصين وفي السودان وفي أمريكا وحدة المصير المشترك وحدة المفالح وحدة الشعور دي حق ذاته لنا البيئة الإنسانية الجديدة فبالتالي نحن في حاجة لمفاهيم وقيم ومصطلحات جديدة وكذلك الآن نحتاج لنعيد النظر في الحياة التي تثير بالعلم التجريب المادي وغاد تماما العلم التجريب الروحي المتصل بالمعرفة بالله ده موضوع كبير لكن ممكن مرة تانية نتحدث أو نستجل في النغاش فإبقى هناك حاجة لتجديد ديني يقوم على الخطاب الإنساني الخطاب الإنساني كشرط أساسي لم تعد البيئات بيئات التعدد الثقافي في إطار جغرافي معين في حيز جغرافي معين أصبحت البيئات الدول متجاورة فيما بينها للحد الذي يجعل شروط التعايش تنعكس على واقع الناس في أوروبا وأنا في العراق أو في السودان وأصبحت البيئة الإنسانية تشترط على طارح الأفكار الدينية أو غيرها تكون أفكار ذات طبيعة إنسانية وإلا ستتكلس وستتراجع وستحاصر وسيجرى عليها ما يجرى لا الإسلام عنده قابلية للتجديد قابلية للتطور قابلية للخطاب الإنساني ولكن نعجز نحن في فهم الإسلام لنبرجه في خطاب إنساني كوكبي يلبي حاجة الإنسان المعاصر ومعطيات العصر وهذا هو التحدي هل يمكن لنا أن نأتي بخطاب من داخل القرآن خطاب ذو طبيعة إنسانية يلبي حاجة الإنسان المعاصر ومتطلبات العصر أيضا الأمر يتطلب مننا الحاجة لمعرفة البيئة والتصالف معها شوان البيئة الجديدة الآن أو البيئة التي عاش الإنسان معها في الماضي وهذا موضوع كبير هو يتعلق بعلاقة الإنسان بالكون وهي البيئة والمجتمع لا يفعل مجال للتوسيع فيه الآن لكن في رؤية شاملة له وممكن فيما بعد نتحدث لأنه موضوع كبير لأنه من خلال معرفتنا للبيئة وتعرفنا عليها وتواؤمنا معها نستطيع أن نرجع بعقولنا وبكياننا إلى الله لنحقق العبودية لله لنرجع الحياة إلى الله وهي حياة انبتت عن السير في الاتجاه المتصل بالعلم التجريبي الروحي المتصل بالمعرفة بالله وده موضوع لا يسعى المجال للخوض فيه مفهوم التسامح التسامح هو التساهل هو القدرة على العفو التجاوز لفكرة الانتقام والقرآن الكريم يقول الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله التسامح هو قيمة ومبدأ إنساني يدفع الشخص إلى نفس العنف والتسامح هو التحلي بالأخلاق الثانية للديانات مختلفة والأنبياء والرسل بما يعود على المجتمع بالخير والسلام والتضامن والتسامح دوما يقوم مع المختلف لأنه أنا لا أتسامح إلا مع المختلف معي وهذا هو حال بيئات التعدد الثقافي الناس تعيش في حالة اختلاف لأن التعدد الثقافي ينطوي على اختلاف المعتقدات والآراء والفهم والأخيلة وبالتالي أنا محتاج لأتسامح مع الذي يختلف معي في الرؤية أحطرمه وبل ليس قبول الآخر وإنما الخروج من ذاتي لمعانغة الآخر ولذلك الندوة تضمنت بيئات التعدد الثقافي والخطابة وحتمية التسامح حتمية التسامح في غواميس اللغة العربية حتمية الأمر كونه واجبا لا مصر منه وواجب لا مصر من التسامح في بيئات التعدد الثقافي التسامح في فهم الجديد للإسلام لصاحبه محمود محمد طه أعطي إضاءة بسيطة عن ملامح هذا المشروع قرح اللستاذ محمود محمد طه مشروع في عام 1951 وعبر عنه بأسماء عديد الفكرة الجبورية الدعوة الإسلامية الجديدة فهم الجديد للإسلام نجد في كتاباته وحاديثه أهم مرتكزات هذا المشروع إن الإسلام رسالة تانية رسالة تقوم على آيات الفروع على الآيات المدنية والرسالة الثانية تقوم على آيات الأصول الآيات المكية وإن أن محمداً هو رسول الرسالة الأولى وهو رسول الرسالة الثانية وهو قد فصل الرسالة الأولى تفصيلاً وأجمل الرسالة الثانية إجمالاً ولا يقتضي تفصيلها إلا فهم جديداً للقرآن الرسالتين أزابهم النبي الكريم وفصل الأولى في ذلك الوقت لمقتضيات وواقع الناس آنذات في الغرم السادة والرسالة الثانية من الإسلام التي يدعو لها الأستاذ محمود والتي نبيها أتى بها النبي الكريم محمد بن عبد الله عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم ليست جديدة هذه الرسالة ليست جديدة فهي موجودة في الغرآن وإنما الجديد عنها هو الحديث عنها غاية مشروع الأستاذ هو إنجاب الفرد الحر في الرية مطلقة ويكون إنجابه بوسيقين الأولى بين المجتمع الصالح القائم على سلاس مساويات المساويات السياسية والمساويات الاقتصادية والمساويات الاجتماعية إلى جانب الرأي العام السمح والوسيلة الثانية هو برشح حياة النبي الكريم عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم محمد الإنسان لتكون المنهاج لإنجاب ذلك الفرد النبي حياة النبي هي منهاج مجسدة لتكون منهاج لنخرج من داخلنا هذا الفرد الحر ولأن يلبي الإسلام حتى يلبي حاجة الإنسان المعاصب ومعطيات العسل لا بد من تطوير الشريعة الإسلامية التطوير عند الأستاذ يقع في شريعة المعاملات عند الأستاذ محمد عم الطاعة ولا يقع في شريعة العبادات وشريعة المعاملات هي تتصل بحياة الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما إلى ذلك هنا يقع التطوير لأنه لا يمكن قال أن نأخذ نستدعي الشريعة التي تطبقت في الغرن السابع لنطبق اليوم في الغرن الواحد والعشرين لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية كانت حكيمة كل الحكمة أوانئذ في الغرن السابع ولكن اليوم إذا استدعيناه كما هي كأنما هناك نقص في الشريعة الإسلامية ولكن يقول النقص ليس في الشريعة الإسلامية النقص في العقول التي تريد أن تستدعي الشريعة من الغرن السابع لتطبقها بحذافير اليوم الشريعة كاملة وكمالة في تطورة وقابلية للتطور والشريعة ليست هي الإسلام هي الطرف المتدلي من الإسلام لحياة الناس في الأرض لتسوق الناس إلى أن يحققوا إنسانيتهم وعبوديتهم إلى الله والتعارش فيما بينهم بل يحققوا السلام في داخل أنفسهم وعلى الأرض فبالتالي باستناد الأستاذ على آيات الأصول والأخذ بآيات الأصول من داخل القرآن الكريم التطوير الشريعة يكون ليس من خارج القرآن وإنما من داخل القرآن الكريم يعني ننتقل من صن من نصف كان في الغرن السابع خدم غرضه إلى نصف مدخر للإنسانية وهو آيات الأصول آيات المكية التي نزلت في السكر الأولى في مكة 13 سنة الأولى وبعدين الخطاب الإسلامي جاءت الآيات المكينية بعد الهجرة إلى المدينة حيث هناك كان واقع الحياة يتطلق أن يتنزل الخطاب لحياته وببعض آيات الأصول عند الأستاذ محمود يكون الجهاد ليس أصلاً في الإسلام وإنما فرع اختضطه مخطياضات الغرن السابع الرغء ليس أصلاً وإنما فرع قصة أصلاً عدم المثاوب بين الرجال والنساء ليست أصلاً وإنما فرع تعددке الزواجات ليست أصلاً على الانترنت وهنا ما نرى رسالة الصلاة طريق محمد تطوير شريعة الأحوال الشخصية رسالة ثانية من الإسلام لا إله إلا الله ونحو 34 كتاب السؤال عن مصدر معرفة الإسلام قال الفهم الجديد للإسلام اجتهاد ونحن قبلنا نقول لا قال ليس اجتهادا الإجابة لا ليس اجتهادا فيما فيه نص وليس اجتهادا فيما ليس فيه نص لماذا؟ لأن الأستاذ بيرى الاجتهاد نحن إذن ما هو الفهم الجديد للإسلام؟ الفهم الجديد للإسلام هو فهم جديد للنصوصة المألوفة النصوصة الجديمة وهو في الحقيقة عنده قال علم مفاف بفضل الله ثم بفضل التوجه والتوسل بالوزيط الموهوية لمفاتيها الغرعان ويقول اما انا فقد بدأت الجانب التطبيقي في العبادة حياء السن حولا وعملا وسلوكا منتظرا موعود الله حيث قال واتقوا الله ويعليمكم الله فلما جرى على لساني وغلمي وسيرة ما علمني الله من حقائق دينه ظنه الناس ليس من الإسلام وما علموا أن ما أقوله وأسلكه هو الإسلام حائدا من جديد وأن الغرابة في هذا الغوش وفي هذا السلوك إن وما هي لازمة من لوادم البعث الإسلامي تأصيل التسامع في الفهم الجديد للإسلام تأصيل التسامع في الفهم الجديد للإسلام من الطماغ الذي يولد العنف إلى التوحيد حيث يضغط العنف طبعا نعرف من العنف يتولدو بياتي من الطماغ كل مقسمة طماغين يكون في علف لكن فكرة الإسلام إن فكرة الإسلام في التوحيد الفكرة الأتباءة الإسلام في التوحيد التي تقوم على وحدة الخالق ووحدة الويود والتي تجعل الاختلاف بين المظاهر المتبائلة والمتعددة إنما هو اختلاف مغدار بين مظهرين من الشيء الواحد هذه الرؤية هذه الفكرة فكرة التوحيد تضغط العنف وتزعى التوحيد يزعى لتحقيقة تسامح والمصالح والمحبة لأن الديالاتيك أي المحاورة والجدل الذي يقع بين المتناغضين والمتناغضين ويجري فيه العنف هو في الإسلام عند النهاية يكون ديالاتيك بين العبد والرب يتخذ صور الاعتراف والندم على الأخطاء التي وقعت من العبد نحو الرب هذا الديالاتيك أو المحاورة والجدل يجري عن طريق الاستغفار إذا أخطأ الإنسان إنما يستغفر بالله والاستغفار مجرد ما يكون العلاقة علاقة قائمة التي قائمة على الاستغفار إذن لا مكان للعنف فيه العلاقة بين العبد وربه بتقوم على علاقة المحب بالمحبوب وهذه تورث الرضا بكل ما يريده المحبوب ومن عجل هذا المغام يرى الأستاذ مغام العبودية هذا شرعة الشرائع وفردة التكاليف والغرض غرض الديالاتيك في الإسلام إنما هو إيجاد التناسق والتوافق والإنسجام والمحبة بين المطماغضات يعني هو إيجاد كل متسق من المظاهر المختلفة والعنف لا يولد السلام والسلام لا يولد من العنف وإنما يولد السلام من أتاليب السلام والتوحيد يسغط العنف ويسوغنا إلى التسامح وتحقيق السلام كيف؟ الإنسان نحن نترقى في مرحلتين المرحلة الأولى هي الانقسام الحصل لنا لما ظهرت الغوانين والأعراف في المجتمع لما نشأ المجتمع الأول أول مرة ينشأ الإنسان المجتمع هو احتاج له بدت التشاريع والأعراف والمجتمع يرفض أن يلبي الإنسان سلوكه بهمجية عمل ضوابط وعمل أعراف وجاد غوانين وجاد تشريعات حصل انجسام حصل انجسام وحصل التطور من إجباع الغرائز والفردية إلى أن يلتزم الإنسان بحقوق المجتمع وهذا في الماضي صحيح وتطور الأمر الآن نحن في حاجة للتوحيد البني البشرية لنتطور نحتاج لتوحيد هذا الإنسان لذلك نحن لا نوحد الله يعني بالتوحيد نحن لا نوحد الله وإنما نوحد ذواتنا بمعنى أن الله غني عن التوحيد الله غني عن التوحيد لكن أننا نحن محتاجين للتوحيد ومحتاجين لغيمة التوحيد محتاجين له نحن لماذا؟ لأنه من أجل التوحيد بنحقق وحدة الفكر ووحدة القول ووحدة العمل وهذا يعني أن نصدق في تطبيق لا إله إلا الله التوحيد هنا لا إله إلا الله نكون فاضقين حتى يصبح التوحيد صفة لنا التوحيد صفة للموحد وليس للموحد ونهج الأمر ده نهج الأمر لعملنا هذا يكون المدخل له إننا نفكر كما نريد ونقول كما نفكر ونعمل كما نقول ونتحمل مزولية عملنا وثم نجتهد في تيويد السلوك والمعاملة حتى يكون عملنا كله خير وبر بالأشياء والأحياء مما يجعلنا نسمو فوق طائلة الغانون لا نحتاج لرغابة الغانون المراغبة من الداخل الأخلاق من الداخل لأن الأخلاق ليست هي الصدق والأمان هذا ما تعرف عليه الناس الأخلاق عند المفكر السوداني محمود محمد طه هي المسؤولية هي المسؤولية عن الحرية الفردية المطلقة التي تبتعيشها هي المسؤولية عن قولك وعملك أمام الله وأمام الناس وأمام الغانون وأمام نفسك وأمام مرآة التاريخ الأخلاق هي المسؤولية تنبع الأخلاق من الداخل بتوحيد نرحنا بأن نعيش لا إله إلا الله نضطق فيها قولا وعملا ونكون فوق طائلة الغانون لنحقق غرض التوحيد فما هو غرض التوحيد؟ غرض التوحيد هو ترويض العقل الحادث العقل المخلوق عقل الإنسان على محاكاة أو تغليد العقل القديم العقل الكل الخالق في نزاهة عن الرقب وفي عدم ميله مع الهوى ذلك لأن الهوى هو آفة التفكير الأساسية وغديما كما يقول الأستاذ غالى أرستو في تعريف الغانون بأنه العقل الذي لم يتأثر بالرقب يعني العقل المحايد وتحييد العقل هو عمل الدين وهو عند الأستاذ وظيفة الصلاة وبتحييد العقل نحقق غاية التوحيد فما هي غاية التوحيد؟ غاية التوحيد أن تكون في سلام مع الله لتكون في سلام مع نفسك لتكون في سلام مع الأحياء والأشياء لننجد مواطن وإنسان في وطن ومواطن كوكبي يعيش السلام في نفسه مع الله ومع الآخرين ليجسد السلام في النفوذ وعلى الأرض هذا هو الإنسان الذي نبحث عنه في مجتمعات التعدد الثقافي وفي مجتمعات البيئة الإنسانية الجديدة الإنسان القادر على أن يعيش السلام مع الله وفي نفسه ومع الآخرين من خلال التوحيد ودغاية التوحيد والسلام يسوق للتسامح لأن السلام في الداخل لتعيش تلوك مع الناس هو يسوق للتسامح ليفرد التسامح بالضرورة المثالي المثامح والتسامح كما أوردنا غول الله تعالى أبلغ ما جاء عند الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله ويقامل معناه غول المسيح عليه السلام أحب وعدائكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وفضلوا لأجل الذين يلسئون إليكم ويطردونكم نحو خطاب إسلامي إنسان يحتفي بالتعدد ويحتم التسامح انطلاقا من الأصول الإنسانية الفرد البشر في المستقبل حقيقة الدين أو في المستقبل بعد تطور العقول لا يحمل في الدين على الإكرار لا يحمل بالإكرار لا يمكن أن تغنع بالإكرار وإنما بيقتنع بتحمله أو بتدعوه بالقناعة وبالنموذج اللي بتقدم له ثلوكا إذا كنت أنت مكلما جيدا موحدا مطبدا معي عائشا للسلام في نفسك ومع الآخرين ومع الله تكون أنت نموذج مغنع للآخرين ولكن لا أحد يمكن اليوم أن يكره أحد على فكرة في الماء أيا كانت هذه الفكرة دين أو غير دين لا يمكن أن تكره أحد في عالم اليوم عقول متطورة حقوق الإنسان متقدمة غوانين ضبط للحياة إيقاع إنسان عالي لا يمكن لنا أن نتخلف عن هذا بالضرورة نتطور واكد الغرآن المكي اللي بدعو له الأستاذ محمود آيات الأصول الآيات النزلت في الفتح المكية 13 سنة وليس الغرآن الذي نزل فيه في المدينة الآن في المدينة كان منسوخ الغرآن المكي كان منسوخ بآيات المدنية ولكن الآن تبعث هذا الغرآن المكي آيات الأصول لأنها هي تبع للدين بالتسامح لأنه حينما دعا أن نبي للناس بغرآن الأصول وبالتسامح في ذلك الوقت لم يستطيعوا وكان أكبر من طاغتهم ومغدرتهم ورجعوا لعبادة الأصنام وآذوا النبي وأصحابه ولكن النبي كان منهي عن الضرب ومنهي عن العنف ومنهي عن الغتال طيلة الحقبة المدنية منع 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 بات من حتى آيات ياسر حينما يمروا كان يعذبهم المشركين يقولوا لهم صبرا آيات ياسر موعدكم الجنة كان العنف منهي عنه الغتال منهي لكن لما اهتمت الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فأتيح للناس أن يقاتلوا وتمح لهم وتنزل الخطاب من الحقبة الفترة المكية والتي كان فيها الخطاب يقوم على وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفر أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا الخطاب المكي الذي تنطمئ على ولاية المكية هو الذي نحتاجه اليوم وهو الخطاب الإنساني الخطاب الكوكبي عند بعث آيات الأصول وهي غمة الدين عند النساء المحمود تكون المفاضلة بين الناس في القرآن المكي تكون المفاضلة بين الناس للعقل والأخلاق وليس من حياتهم أو الجنس أو اللون أو الجنس أو الرجل المفاضلة للعقل والأخلاق وتنسل من قوة العضل إلى قوة العقل عفوا دكتور عاد الله تسمعنا نعم 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 أغلق عليك ما سامعك ممكن تختم على المحاضرتك انتهت المدة إذا ممكن اختصر أو جز طيب دكتور انتهت المدة ما أسمح لك بها ممكن تختم المحاضرة اختم حاضر اختم بآخر محور اختم في ثلاث دقائب إن شاء الله الموقف الفهم الجديد هذا الفهم المطروح واجهوا الناس أنا درست الموقف منه في هذه الكتب التي أمامكم وليس إطلاق أحكام مرتلة وإنما بعلمية درستها في هذه الكتب على مدى 25 عاما الموقف كان كفر الأستاذ وحكم عليه بالردة من غبل الأسهر ومن غير الرابط العالم الإسلامي وفي محكمة في القرطون شرعية غير مختصة أظر طول حكم من نوعه في السودان حكم ظالم وجائر وتم هذا استدعاوه في 85 18 يناير ليتم يحكم على الأستاذ أيضا في محكمة بالردة ويعدم في 18 يناير وهو كان غتجسد معارفه على منصة الإعدام وبعد ذلك عام 86 جاءت المحكمة الدستورية في السودان المحكمة العليا دائرة الدستورية ونغضت أطلت الحكم في حق الأستاذ ووصفته به أنه كان كيد سياسي وتجاوز كل غيام العدالة على الرغم من ذلك ظل الرجال الدين والأساذ الجامعي المهتمين مثلا لن يجي تقبولا بالخالف بتريد أن للأثهر الشريف مجمع الحسن الإسلامية أفتع بردة هذا الرجل تم توظيف هذه الفتوى من غبل الأساذة في الجامعات وهذا 2011 الدكتوري السابق وأيضا الدكتوري الآن مهران هذا أيضا نموذج توظيف التكفير والردة هؤلاء العلماء يرددون أصدر الأسهر رابط العالم الإسلامي وكذلك هذا نموذج آخر وعدد كبير من العلماء ورجال الدين وفي جامعات في مختلف جاهل بتعليمه وقد بينات نصوص السرعي أن رمياً غير بالكفر قد يرتد على قاهله فيبوغ بإثمه والتكفير حكماً على الضمار يختص بالله سبحانه وتعالى وكذلك رابط العالم الإسلامي الآن ضد التكفير وضد الهوس ومع الوسطية ومع السلام ولكن الأستاذ الآن دخل الفضاء الأكاديمي وتحية لجامعة بغداد كانت أولى الجامعات التي ناقشت مشروع الأستاذ في رسالة ماجستير كانت بإشراف الأستاذ الدكتور حسام محيددين الألوسي وكان ذلك عام 96 وتفعين وكذلك الجامعة المستنصرية أغامة ندوة عن الأستاذ محمود بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية في بيروت وأغامة عدد من المحاضرات شاركت بعدد كبير من المحاضرات في جامعة المستنصرية وكذلك جامعة المثنى أجازة ماجستير للطالبة زينب رسول بإشراف الدكتور الأستاذ مدعب الرشاوي ولم تتأخر جامعة الأنبار فقد أجازت النوبة وكذلك جامعة المنوبة في تونس وأيضا الجامعة الوردونية دكتورة دكتور عبدالله نعم شكرا جزيلا أكتفي أكتفي بذلك نعم نعم نصد نصد دكتور عبدالله عفوا نسمعنا نعم أسمعكم أخلص في نص دقيقة نص دقيقة أيضا من جامعة المستنصرية خلص الدكتور جعفر نجم في كتاب الإسلام الكوني والإسلام العربي يقول إن الأستاذ طاعه بحسب طروحات تسمحنا دكتور عفوا من التجديد الذي لا يمكن أن يقدم أعلى منه وتدفقت الكتب وشكرا جزيلا وآسف للإطالة ترجمة نانسي قنقر